السلام عليكم لغزالة ديالي لفاسع لكم نتمنى تكونوا باخر وعلى خير اليوم جيتكم فيديو جديد فيديو ديال الحلوة ليسهلة مهلة وكتجي رائعة في الماداق وما كيحتاش لا فرعا لاتشي حاجة كتوجد في أسرع وقت وكتجي معلكة وزوينا والماداق ديرها يا سلام وكتنوعي عجينة وحدة وكتنوعي فيهم في النكهات وفي الأشكال تبعوا معي الفيديو حتى لأخير ونتمنى هدلا فيديو هذا اينا الإعجاب ديالكم وما تخلوش عليها بلايكات لايكات ديالكم باش إن شاء الله نزيدوا القدام رابيكم باش نزيدوا وبيكم باش نطلعوا وكن نقول لكم تابعوا معي الفيديو حتى الأخير باش غتي تشوفوا الطريقة ونكهات ليدرت في كل واحدة يعني نقول لكم المكوينة اللي عندي هنايا غادي نحتاج الكوك أو كوكو أو الجوز اللي هيند كل واحد كيفاش تيسميها وغادي نحتاج هنايا القرقع اللي مطحون القرقع تحنته وغادي نحتاج حتى اللوز حتى هو كنتحنه يعني هج جوج يعني القرقع واللوز را كان نتحنهم باش كيجيني في في هات الحلوة هاتي كات جزوينة ورائعة وبنسبة شوية ديال اللوز كنخليه اللي التزين اللي غا يباليكم في تبصي لهيه ونهايا غادي نحتاج واحد حليب مركز أو نيسلي تقريبا هاد النيسلي هاتي غادي نحتاجها كاملة وعندي هنايا اللون في الغوز الملون وغادي نحتاج نكهة ديال الفريز فريزة او فريز وعندي هنايا شوكولات حبيبات حتى هما في الغوزيين وده بقى ان شاء الله غادي نبدا نجمع معكم الكوك غادي نجمعه بعلبة ديالنسلي او علبة ديالحليب مركز يعني غادي نقندف شوية شوية حتى تجمع لي دك الكوك بنسبة الكوك يلا كنت عندكم الكوك اللي رقيقي انا كنفضل اللي رقيق يلي كيجي فيه زوينا ولكن حاليا ما رقيته اكتفيت بادي الكوك العادي اللي هلي كيجي شوية غلاد حيت علاش كين الكوك اللي رقيق ما كيديش بزاف ديالنسلي يعني واحد تقريبا غادي هزلي غير نص ديالنسلي ولكن هنايا في هاد الكوك هادا اللي غلاد تقريبا هزت لي هاداك القرعة كاملة دي هالنسلي مهم كنجمع الكوك مع نسلي بشوية بشوية بتدريج وكنضيف شوية وشوية دك نسلي يعني بشوية بشوية مهم رقيتكم اختيار حتى لا بغيتو تضبلوا المقادير باش ضيفوا لنك هاد خرا صراحة هاد الحلوة را كتجي زوينة زوينة بزاف وفي المادة قلف في الشكل كتجي رائع يعني جربوها را اكد را غادي تعجبكم انا ما كندير الحاجة حتى كنجربها اكيد حتى كنلقى اه يعني هاد الحلوة هادية راها معتمدة عندنا كنديروها وما كيحتاج لا فران لا ولو وما كيشدش الوقت يعني الوقت ما كيشدش الوقت اه بنسبة اللي بغيتو توجدوا العيد يلا البنات باش غادي توجدوا الحلوية للعيد را ما بقى ليه ولو ان شاء الله لا يدخلوا علينا بصحة ولا عفية يا ربي المؤيما لبنات هادة هوا شكلات لي كنت قلت ليكم اللي تزين اللي غادي نخلطوا اللي غادي نزين به لتك الكويرا اللي غادي ندير فيه لنكها دي الفريصة المؤاما انا هاد شي اللي درت الدبارة غادي نقسموه على ثلاثة او على اربعة يعني لاحسب شحال غادي جيني تلاثة او اربعة باش غادي ندير اشكال يعني عاجسنا وحدة ولكن كلها كويرا كان نكيها وحدة غادي ندير فيها القرقاع واحدة غادي ندر فيها اللوز واحدة غادي ندر فيها المادة قدي الفريز مهم انتم معي باش غادي تشوفوا المراحل كاملة ان شاء الله وجربوها انا كنتمنى منكم جربوها واردوا علي الخبار هنا يرا كنقسمها عفوان كويرات المهم يا ايما غايجيكم ثلاثة كويرات او اربعة انا درت هنايا ثلاثة ولكن البارح كنت درت اليوم اقلت والوحي غادي نعودها نزيد منها باش غادي نشاركها معاكم البارح درتوا درتوا واحد كويرة جمعتو ولكن ما خلطش فيه اللوز اللوز درتوا غاية من الفوق انا غادي نوريها لكم ان شاء الله نحط لكم داك المقطع دي عدك ليدت رأي ان شاء الله هرا غادي تعجبكم مهم هذا ضفت هذا الكويرات اللي خليت هنايا ضفت عليه اللوز ركجي زوينة بزافة البنية صراحة تفل ماداق ركجي رائعة هنا هدي ضفت فيها اللوز وغادي نجمعها مزيان تنضيفوا اللوز اشتركوا في القناة 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 يعني احتوجته يعني كجيني زوينة بالنكهات الغرقع عادة نخلط فيها احتف المذاق واحتف اللون وبالشكل كجيني زوينة بزاف مهم يلا ما عندكمش مثلاً الغرقع او الوزرائي مكليكم ديرو نكهات أخرين كما بغيتو تديروه تديروه يعني كين لنكهات أخرى اللي بغيتو فيها تديروه غيرل نكهات الفانيل مهم اي نكهة بغيتو تزيدوها تزيدوها مهم انا هنا يا كنخلطها مزيان الكو كونيسلي مع هدى القرقع كنخلطه مزيان بهذا الشكل هذا هناي غادي مشي نجيب شكولات ننسيت ما وجدتوش حدايا أنا غادي نجيب شكولات باش نضيفه على هاد الكوك اللي كتعطينا واحد اللون زوين زوين بززاف يعني كيعطينا المنظر رائع أنا غادي تشوفوها من اللي غادي نخلطها وبنسبة الشكولاتة غادي تضيفه غير واحد كمية اللي قليلة يعني ما غاديش تكتره يعني غير واحد كمية قليلة غادي نحاول نخلطها مزيان باش غادي نساجم ليا الشكلات مع القرقاع والكوك وغادي تشوفو اللون اللي غادي يخرج ليا يعني كيعطي اللون رائع غادي نحاول نجمعها مزيان ونخلطها مزيان رايمكن لكم ضبلو المقادر حتى لو بغيتوا ضبلو المقادر غادي تضبلوها يعني أنا كتافيت غير بهذا الشي باش نوع أشكال أنا غير اللي ندير في نهار العيد وإن شاء الله غادي ندير معكم أشكال أخرى دي الحلويات ضروري ما غادي نشاركها معاكم شوفوا اللون اللي عطاني البنات كيعطي واحد اللون زوين زوين بزاف يعني القرقاع مع الشكلات را كتجي حتى هي زوينة كتجي رائعة شوفوا اللون اللون ديالو زع ما ما شاء الله زوين بزاف مهمة البنات أنا غادي نوري لكم الأشكال اللي وجت وذيك سحنا غادي نرجع نكمل هاتشي اللي بقالية حيط را نجمعها في واحد بلاتو أنا غادي نوريها لكم كيفاش رجلي الأنواع ديالها را كتجي زوينة بزاف واحتفت زين كيجي رائع وأكيد غادي نوري لكم مقطع الأخير اللي فيه الأشكال بربعة أكيد را غادي يعجبكم وأكيد أجربوها أنا كتمنى منكم غادي جربوها وردوا علي الخبار كيفاش غادي جي لكم أنا غادي نجيب دك أشكال اللي وجت غادي نوريها لكم إن شاء الله أيها هادو هاي هدي اللوز القرقاع ديال النكهة ديال الفريز يعني كتجي زوينة بزافة البنات نتمنى منكم أنا كومت جربوه البنات هدا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوة هدا لما كيحتاج لفور لاتشي حاجة يعني بعد ما جمعت هاد الكوائرات ودك شي ستفتهم في بلاتوات ودرتهم في طلاجة يعني يحتاج دوشوية راسهم وكيجير طبار طباب بزاف يعني غادي تعجبكم أكيد والمهم هذا هو اللا فيديو ديال هاد النهار ونتمنى من هذا فيديو إن الإعجاب ديالكم وإلى عجبكم فيديو ما تبخلوش عليها لايك 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 باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله ومليت ديروها اردوا علي في الكومنتير كي جاتكم وش جات زوينة ولا ما جاتش زوينة المهم غادي نخلي لكم إن شاء الله حتى اللي نطلقوا في فيديو الجاي وأنا نقول لكم شكرا لكم على المتابعات الله وليفرسكم مع السلامة